يمكن أن تكون الحصبة الألمانية خطيرة بالنسبة للجنين خاصة إذا كانت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل في هذه المرحلة تبلغ نسبة احتمالية إصابة الجنين من أمه أكثر من 85% بينما عندما تكون الإصابة بالحصبة الألمانية في الثلث الثاني فإن نسبة الإصابة أو احتماليتها بالنسبة للجنين تصبح بحدود 50% أما عند الإصابة بالثلث الثالث من الحمل ستصبح نسبة إصابة الجنين بالحصبة الألمانية بحدود 25% تزيد الإصابة بالحصبة الألمانية أثناء الحمل من خطر الإصابة بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية والتي تتضمن مشاكل قلبية مشاكل للرؤية قد تصل إلى حد العمى عند الطفل المولود وكذلك قد تسبب أيضا الحصبة الألمانية الصمم أي فقدان القدرة على السمع وانخفاض الوزن عند الولادة وقد تتسبب إصابة الجنين بالحصبة الألمانية بالإعاقة الذهنية عند الطفل المولود وكذلك قد تتسبب بتلف الكبد والطحال يعني نلاحظ أن الحصبة الألمانية خطيرة جدا على حياة الجنين وقد تتسبب إصابة الحامل بالحميرة أو الحصبة الألمانية بحدوث الإجهاد أو بحدوث ولادة جنين ميت أو بحدوث خداج أو الابتسار والفرق بينهم أن الإجهاد نقصد به ولادة جنين قبل تمام 20 أسبوع من الحمل وهنا الجنين بالأساس ليس فيه روح أما بعد الأسبوع العشرين فيصبح للجنين روح وعند حدوث إسقاط لهذا الجنين تصبح الحالة ولادة لجنين متوفى أما ولادة طفل خديج أو مبتسر فهو يعني ولادة جنين بعمر أقل من 37 أسبوع حملي ومن هنا جاءت تسمية خديجة أي التي ولدت قبل تمام الحمل في بطن أمها يجب على المرأة الحامل الحصول على التطعيمات الخاصة بالحصبة الألمانية في طفولتها وفي حال لم تكن قد تلقت هذه التطعيمات أو أنها لم تكن متأكدة من ذلك فيجب أخذ جرعة التطعيم الخاصة بالحصبة والحصبة الألمانية والنكاف قبل التخطيط للحمل بشهر من الحمل على الأقل